رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعتبر حديث الرئيس الامريكي منتخب دونالد ترامب عن نقل السفارة الامريكية الى القدس من شأن القضاء على العملية السلام وقد يدفع الفلسطينيين للتراجع عن الاعتراف بدولة اسرائيل في المقابل قال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة انه يخشى قرارا جديدا لمجلس الامن يدعم الفلسطينيين وكان وزير الخارجية سامح شكري توجه الى باريس لرئاسة وفد مصر في مؤتمر السلام في الشرق الاوسط بحضور سبعين دولة برعاية فرنسا سيد محمد ما توقعاتك لمؤتمر غد في ظل الخلاف بين اسرائيل والولايات المتحدة هي مش اسرائيل والأمم المتحدة او الولايات المتحدة بس هي اسرائيل وفرنسا نفسها يعني اسرائيل هاجمت اكثر من مرة الفرنسا هاجمت الأمم المتحدة هاجمت الامين العام المتحدة وولاياته قد يكون المؤتمر فرصة للأمين العام الجديد انا لو سألتين اسمه انا لسه مش عارف اسمه الراجل البرتغالي الجديد اعتب ملامح لأول مرة نشوف تواجهه ايه كل الناس في 2016 ادركت انه عام غياب السلام دارة اوبابا بتتكلم بمرارة يعني كيري وهو بتكلم عن وكأنه لو الرئيس الفلسطيني او وزير الخارجية المصري او الرئيس المصري بتحدثه لن يتحدث بهذه بعدالة القضايا الفلسطينية في غيابه ولكن بعد ايه بعد 8 سنوات من لا شيء في البيت الابد اعتقد ان احنا بدأنا دورة جديدة وقد يكون الدولة الغربية وخاصة باريس التي كانت اول دولة تعترف بالسلطة الفلسطينية احنا مقبلين على تطور جديد مدى الطيار اليميني في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة اللي بيهدد بنقل العاصمة الى القدس ده الخطورة وبالتالي لابد ان نكون اقوية جدا في مطالبنا واعتقد ان هي دعوة ابو مازن بسحب الاعتراف باسرائيل هذا هو كل واحد في الغرب وخاصة باريس وخاصة واشنطن يعرفوا ان هم بيدمروا عملية السلام من جزرها ونرجع كوضع الحرب مرة اخرى